بعد رحيل الناخب الوطني لوكاسا الكارا استدولت وسيل اعلام بقوة اسمان ربح متجر من اجل تولي زمام الامور في المنتخب الوطني الا انه الاميرقى اجمع الجزائريين بشكل عام والتقنيين بصفة خاصة عند انتقد الجامع خير رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ساحب الكعب الذهبي وان تحقق الامر اشرف على المنتخب الوطني الاول سيكون امام معذرة حقيقية نظرا لعدة عوامل قد تعرقل مهامه على رأس العارضة الفنية للخضر عبر رأسها نظرته للمحترفين والذين طالما تهجم عليهم مدافعا عن اللاعب المحلي فهل ستخدمه هذه الفكرة خاصة ان كان جل المنتخب الوطني مكون من محترفين اي تقة اللاعب المحلي همشوه همشوه لكي يديروا صورة عليه وهي الصورة السيئة الانديا ما رايش تكون اللاعبين كبار ربح ما جارو ان كان دفاعه عن المحلي نبيع من قلبه فان مهمته لن تكون سهلة في ظل تدور مستوى البطولة الوطنية ونقص التكوين على مستوى الانديا لا هيك عن ضعف الهيكل القاعدية والمنشأة الرياضية فالاعتماد على اللاعب المحترف سيكون اكثر من ضروري فهل سيراجع ماجر حسابته ويغير من نظرته تجاه المحترفين ام انه مصمم على خوض طورة النأف المنتخب الاول